اشتركوا في القناة مرحبا يا معلمتي اهلا بكم يا اصدقائي اهلا وسهلا يا حمد اتعلمون يا احبابي لماذا يقف حمد هنا وما هذا الطريق انا سأخبركم ان حمد لديه هدف يريد ان يصل اليه يريد ان يقرأ هذه القصة الممتعة لكن عليه اولا ان يعبر هذه الخطوات وان يتعلم الحروف الهجائية لنرى ماذا لدى حمد في الخطوة الاولة انه ابن يحمل ابنه فوق رأسه اي حرف يشبه احسنتم يشبه حرف الهمزة الحرف الاول اسمه الهمزة الهمزة احسنتم الحروف الهجائية حرف الهمزة هو الحرف الاول من الحروف الهجاء الحرف الاول اسمه الهمزة اسمه الهمزة دعونا أولاً نتعلم كيف سنكتب حرف الهمزة عزيزي الطالب اختار القلم المناسب لحجم يدك أولاً ضع القلم هكذا وابدأ من خلال الأصابع الثلاثة الوسطى السبابة والإبهام امسك بالقلم بهذه الطريقة ثم ضعه هكذا وابدأ بالكتابة الآن هيا لنبدأ سنبدأ دائماً من النقطة الحمراء سنرسم عصى من أعلى إلى أسفل حتى أصل إلى السطر ثم نرسم نصف دائرة وخطاً صغيراً تحتها بهذا الشكل والآن بعد أن تعرفنا على طريقة رسم الهمزة الآن تعالوا معي انظروا معي ما هذا؟ اسمه قطار اسمه قطار صوته إذن اسمه قطار وهذا صوته أما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما اسمها؟ اسمها قطة اسمها قطة صوتها إذن اسمها قطة وهذا صوتها وما هذا؟ ما اسمه؟ أحسنتم اسمه الهمزة اسمه الهمزة صوته انتبهوا معي أ أ أ الآن ننتبه مرة أخرى الهمزة ما هذا الذي في الأعلى؟ اسمها الفتحة اسمها الفتحة الفتحة تجعلنا ننطق صوت الهمزة أ أ انتبهوا معي إلى حركة الفم أ أ أنتم أبطال الهمزة من جديد ما هذا؟ اسمها ضمة اسمها ضمة الضمة تجعلنا نضم فمنا بهذا الشكل وننطق الهمزة أو أو ننتبه لحركة الفم أو إذن الهمزة مع الضمة تنطق أو أو مثل أمي أو أمي و أو أذن أو أو أذن بارك الله فيكم انتبهوا ماذا يحدر؟ لماذا نزلت الهمزة إلى الأسفل؟ نعم لأن تحتها الكسرة الهمزة مع الكسرة تنطق إ إ بارك الله فيكم انتبهوا لحركة الفم إ إ إذن كيف تنطق الهمزة مع الكسرة؟ إ إ مثل إبرة إبرة إ إبرة و إ إجاص إ إجاص الإجاص فاكهة لذيذة ومفيدة جدا إذن ننتبه معاً الهمزة مع الفتحة تنطق آ آ الهمزة مع الضمة تنطق أو أو الهمزة مع الكسرة تنطق إ إ أنتم أبطال آ أو إ آ أو إ الآن جاء دوركم كيف سننطق الهمزة مع الفتحة؟ أبطال آ مثل أسد آ أسد ومع الكسرة كيف ستنطق؟ أبطال إ إ مثل إشارة إ إشارة ومع الضمة أنتم أبطال أو أو مثل أحب أحب بارك الله فيكم يا أحبابي تهانين يا حمد لقد استطعت أن تخطو الخطوة الأولى في تعلم حروف الهجاء لتحقق هدفك وحلمك وتصبح قارئا وأنتم أيضا يا أحبابي الآن أحبابي خصصوا دفترا لمادة اللغة العربية لتكتبوا فيه الحروف التي نتعلمها بشكل يومي أولا بأول ويمكن تنظيم الدفتر بهذا الشكل نكتب أولا التاريخ في الأعلى نكتب الحرف باللون الأحمر أو بلون مميز ثم نكتب الحرف منقطا وأخيرا نضع النقطة التي سنبدأ منها كتابة الحرف وبهذا نكون قد تعلمنا اليوم حرف الهمزة اسمه وصوته سنراكم إن شاء الله لاحقا يا أحبابي مع حروف جديدة من حروف لغتنا العربية شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء مع درس جديد من دروس اللغة العربية